تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية الهجوم على مركبة عسكرية مصرية بشمال سيناء أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش وقالت وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم إن الهجوم استهتف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري يوم الخميس في بئر العبد بعد تفجير عبوة ناسفة وكان الجيش المصري قد أعلن أن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح جراء الهجوم في سيناء